بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بار 2 comparison of one way and two way slab behavior بنتكلم في الجزء دوت على الbehavior بتاع الone way والtwo way slab طبعا إحنا كلمة one way إمتى تحصل له والاتجاه الطويل على الاتجاه القصير كان أكبر من أو يساوي اتنين الtwo way العكس L على LS أقل من 2 فبنقول في حالة الone way slab carry load in short direction الاتجاه القصير بيأخذ الحمل اللي عندي اللي هو الWS الtwo way slabs carry load in two directions في الاتجاهين يعني فيه جزء حيروح في الاتجاه القصير وفيه جزء حيروح في الاتجاه الطويل الone way والtwo way slab acting carry load in two directions أنا عندي أهوة البلاطة البلاطة الموجودة ديت بيحصل فيها deformation الdeformation دوت بيبقى في الاتجاهين سواء كان الاتجاه اللونج أو الاتجاه الشور هنا بنقول فيه one way action في الجزء دوت فيه two way action الone way slabs generally بيبقى الاتجاه اللونج على الاتجاه الشور بيبقى أكبر من واحد ونص ده في حالة اللي هو الاتجاه اللونج على الشور بيبقى أكبر من واحد ونص طيب هنا عندنا السقف دوت اللي هو اللي هو البلاطة متشالة على كولم وده الكولم هيد وهنا لدروب بانل عندي two way برضو ولكن بيبقى فيه بيمز يبقى هنا حيبقى البيهيفي المختلف لو أنا عندي بيمز أو مفيش بيمز ونقول في حالة الفلات بليت والسلاب the column connections can vary between يعني الكنيكشن بين السقف والعمود ممكن يبقى شكله عامل ازاي اللي هو section A ممكن يبقى عندي كولم وفيه هنا الكولم هيد ممكن يبقى فيه كولم وكولم هيد وفيه drop panel هنا فيه الكولم اللي عندي وفيه هنا drop panel يبقى دي الحالات المختلف طبعا كل ما اللايف لود بيزيد انا محتاج ازود sickness بتاع السقف عشان تمنع البنشنج بتاع الكولم دي flat slab صورة ليها ان السقف اللي عندي متشال على الكولم دايريكت يعني ما عنديش drop panel ولا عندي كولم هيد ده اللي بنسميه الوافل سلاب يعني بيبقى فيه عندي اعصاب في ال2 دايريكشنز السقف دا بنسميه الهولو بلوك سلاب او الرب سلاب بيبقى عندي دي الربس اللي هي عبارة عن كاميرات صغيرة ديت البيم الكاميرا الرئيسية ديت هنا بيبقى فيتس اللي موجودة عندي ممكن بيبقى فيها بلوكات وبعد كده بتتكرر معايا وبيبقى دا الرب دا بنستخدمه امتى لما بقى محتاج ان وزن السقف يبقى خفيف لان في الحالة ديت الجزء دوت اللي هو الفويتس دوت بيبقى فيه بلوكات الوزن بتاعها اخف من الخرصانة يبقى دا اللي هو بنسميه الهولو بلوك سلاب بنقول السيكنس عموما بتاع الtwo way ribbed سلاب بيتراوح من اتنين الى اربعة انش طب عايزين نشوف مقارنة بين الone way والtwo way من النواحي الاقتصادية فبنقول في حالة الفلات بليت بتبقى سيوتابل لو الاسبان اللي عندي من 25 وعشرين الى عشرين فيت والlife load بيبقى من 60 ل 100 بي اس اف اللي هي bound pair square فيت الادفانتج بنقول low cost form work exposed flat ceiling fast يعني سرعة التشييد لاننا في الحالة دي ما عنديش كامرات فبيبقى صب السقف بيبقى سريع جدا الdis advantage low shear capacity ان مقاومة الشير ضعيفة low stiffness بنقول flat slabs بتبقى من 20 ل 30 feet مناسبة والlife load في حالة من 80 الى 150 الادفانتج low cost form work exposed flat ceiling fast ما زال هنا برضو عندنا الميزة بتاعة سرعة الانشاء dis advantage need more form work for capital and panels يبدأ في حالة flat slab اللي بستخدم فيها column head مع drop panel الوفل slab بنقول انها مناسبة في حالة الاسبانز من 30 ل 48 feet وفي حالة life load من 80 ل 150 bound square feet الادفانتج carries heavy load attractive exposed ceiling fast في panel is expensive طبعا لان الشدات الخشبية دي بتبقى مكلفة بنقول ان الone way slabs rested on beams اللي متشالة على كامرات بتبقى suitable في حالة الاسبانز الصغيرة اللي هي من 10 الى 20 feet والlife load من 60 الى 100 فبنقول انها can be used for large spans with relatively higher cost and higher deflections بعد كده الone way joist اللي الهول block is suitable لما يبقى اللي اسبانا عندي من 20 الى 30 والlife load بيبقى من 80 الى 120 pound square feet الdeep ribs the concrete and steel quantities are relative low لان انا بيبقى عندي السقف وعندي الاعصاب بس هي اللي بتبقى خرصانة والباقي بيبقى blockade فكمية الخرصانة والستيل بتبقى قليلة وبالتالي cost بتقل expensive formwork expected لانك انت محتاج تخلى الربات اللي عندك ديت فيبقى في الحالة دي formwork ممكن تبقى expensive هنا عايزين نتكلم على علاقة الحمل اللي بيروح في الاتجاه القصير اللي هو short والاتجاه الطويل اللي هو long فبنقول ان ws ده الحمل اللي رايح للاتجاه short وwl الحمل اللي رايح في الاتجاه long طيب انا لازم يبقى عندي هنا deflection اللي بيحصل في الاتجاهين متساوي عند اي نقطة فبنقول ان deflection عندي ايه بيساوي deflection عن بي او deflection في direction ايه بيساوي deflection في احنا عندنا معادلة deflection اللي هي 5W في اي على 384 EI من المعادلة ديت هنقدر نوصل ان الحمل اللي بيروح في الاتجاه القصير بيساوي 16 مرة الحمل اللي رايح في الاتجاه الطويل يبقى احنا لو عندنا البي على ايه اكبر من اتنين يبقى ده وان وي لو اقل الاتنين يبقى وفي الحالة ديت المعدلة دي بتبقى صحيحة اشتركوا في القناة